عصر الختام ختام إن الحمد لله نحمده و نستغفره و نستهديه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي و من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتمسك بها أبدا ما أبقانا و ندخرها لأهاويل ما قد يلقانا فإنها فاتحة الإيمان و عزيمة الإحسان و مرضات الرحمن و مدحرة الشيطان أما بعد مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء و مشاهدين الكرام في أولى حلقاتنا من حلقات أحكام التلاوة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق في معهدكم المحبوب معهد تاج القرآن الكريم و ذلك ضمن فعاليات مسابقتكم المحبوبة مسابقة تاج القرآن الكريم بعد أذي بدء كما جرت العادة نبتدئ بأول درس من دروس أحكام التلاوة برواية ورش عن نافع وسنتكلم في درسنا هذا عن باب الاستعادة و البسملة سنتكلم أولا عن أحكام الاستعادة و المسائل المتعلقة بها ثم نعرج للحديث عن البسملة ثم نذكر الأوجه المترتبة حال تركيبنا بين الاستعادة و البسملة و التلاوة الاستعادة دعاء يقوله القارئ قبل التلاوة و معناه ألجأ وأتحصن وأعتصم بالله أي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم والاستعادة كما سنرى فيها عدة مسائل أولا سيغتها ثانيا محلها ثالثا حكمها و رابعا هل يجهر بها أو يسر بها سيغتها المشهورة هي الواردة في صورة النحل في قوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم و قد وردت سيغ أخرى فيها نقص عن هذه السيغة نقص في الألفاظ أقصد أو زيادة في الألفاظ منها ما رواه الإمام أبو داود قوله أعوذ بالله من الشيطان دون ذكر الرجيم و منها ما ذكره أيضا صاحب النشر الإمام بن الجزر عليه رحمة الله نقلا عن الحافظ أبي عمر الدان عليه رحمة الله وهي قوله أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم و منها ما رواه أيضا الترميذي في جامعه و هي قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و كذلك ما رواه صاحب المشكات في قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الراجح أو المقدم أداء من كل هذه السيغ التي ذكرناها هي ما ذكر في صورة النحلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ابن بر عليه رحمة الله وقد وردت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار يعني لا يقدم أداء هذا بالنسبة لسيغتها بالنسبة لمحلها اختلف العلماء في محلها بعضهم قال تكون قبل التلاوة وبعضهم قال تكون بعد التلاوة والخلاف هنا غير معتبر وذلك لأنهم أخذوا بظاهر الآية الآية تقول فإذا قرأت في الماضي فإذا قرأت القرآن فاستعذ يعني الظاهر من الآية أنها تكون بعد التلاوة يعني بعد فراغك من القراءة ولكن ليس المقصود هذا من الآية الكريمة المقصود إذا أردت أن تقرأ إذا أردت أن تقرأ ومثلها آية الوضوء آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق والوضوء متفق عليه أنه يكون قبل الصلاة وليس بعدها فكذلك الاستعاذة تكون قبل التلاوة وليس بعدها وهذا قول الجمهور والخلاف الذي ذكرناه غير معتبر حكمها قيل أنها مستحبة وهو قول الجمهور وقيل أنها واجبة والأول أظهر وأقوى مسألة هل يسر أو يجهر بها يعني الاستعاذة هل تقرأ سرًا أم جهرًا ذكر العلماء مواضع للإصرار وذكروا مواضع أخرى للجهر بها ومواضع الإصرار قالوا إذا قرأ سرًا في القراءة السرية فيسر بالاستعاذة وقالوا أيضا إذا قرأ خاليا يعني كان بمفرده لوحده مش قرأ بحضرة من يسمعه فهنا يسر بالاستعاذة أيضا في الصلاة سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية يسر بالاستعاذة أيضا في القراءة بالدور بالتناوب القارئ الأول يجهر بالاستعاذة أما الذين يلونهم فكلهم يسرون بالاستعاذة وذلك كي تتصل التلاوات بعضها ببعض ولا تتخللها استعاذة أو استعاذات هذه مواضع السر التي ذكرناها تقابلها مواضع الجهر تباعا طيب قلنا في مواضع الإصرار ويتأهب للسماع وللنصات في الصلاة تكلمنا عن هذه لا تقابلها حالة الصلاة مطلقا سواء كانت جهرية أم سرية قلنا أيضا في مواضع الإصرار إذا كانت القراءة بالدور ما عدى القارئ الأول الذي يجهر بالاستعاذة الذين يلونهم كلهم يقرؤون الاستعاذة سرا كي تتصل التلاوات بعضها ببعض فقط أحبت أن أنبه هنا على معنى الإصرار العلماء فرقوا بين الإصرار وبين الإخفاء الذي رواه المسيبي وذكره صاحب الطيبة ابن الجزر عليه رحمة الله ولم يصوبه الإصرار قالوا أدنى الإصرار أن يسمع القارئ نفسه يعني يتحرك شفتيه كما هو الشأن في الصلاة السرية صلاة الظهر أو العصر يعني يتحرك شفتيه ما يعني يقول أنا ذكرت الاستعاذة أو قرأت الاستعاذة يعني في نفسي هذا حديث نفس هذا لا يعمل به الإصرار هو أن يسمع القارئ نفسه بتحريك شفتيه هذه المسائل التي ذكرناها متعلقة بالاستعاذة نتكلم ثاليا عن أحكام البسملة البسملة صيغتها باتفاق جميع العلماء بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معلوم أما محلها فتكون يعني قراءة البسملة مترتبة ومتعينة في أول كل صورة ما عدا صورة التوبة صورة التوبة نزلت بدون بسملة وذكر العلماء فيها أقوالا منها ما قالوه أو من جملة ما قالوا قالوا صورة التوبة نزلت بالسيف وفيها تهديد وتخويف وتوعد ووعيد للمشركين وللمنافقين والبسملة أمان من الله عز وجل فلا يجتمع هذا وذاك وبعضهم قال صورة التوبة أول ما نزلت كانت تعديل صورة البقرة يعني فيها حوالي خمس أحزاب ثم نسخ أولها ونسخت معه البسملة لأجل هذا هي ما فيها بسملة وبعضهم قال صورة التوبة هي تبعا لصورة الأمثال يعني صورة الأمثال والتوبة صورة واحدة ثم فيما بعد فوصل بينهما والملاحظ أو الملاحظ أن موضوع صورة التوبة يشبه كثيرا موضوع صورة الأمثال وأرجح الأقوال القول الأول الذي ذكرناه إذن قلنا هذا محلها محل البسملة يكون في بداية الصورة حكمها متعينة عند بداية كل صورة سواء كان القارئ مبتدئا أو لم يكن مبتدئا كانت القراءة بالدور ولكن في بداية الصور فقط وليس في وسط الصورة ما عدا صورة التوبة كما قلنا لم تريد فيها البسملة طيب هذا بالنسبة لبداية الصورة أما في وسط الصورة قال إمامنا الشاطبي عليه رحمة الله وفي الأجزاء خير من تلق يعني القارئ مخير هل يأتي بالبسملة أم لا يأتي بها يعني مذهب المغاربة والمدرسة الشامية والمصرية هو ترك البسملة في وسط الصورة ومذهب المدرسة العراقية هو الإتيان بالبسملة في وسط الصورة والأمر في ذلك واسع والحمد لله طيب هل يجهر هذه مسألة أخرى هل يجهر أو يسر بالبسملة البسملة تقرأ جهرا عند بداية كل صورة سواء كانت القراءة بالدور أو كان القارئ منفردا يتعين عليه قارئ أن يقرأ البسملة في بداية كل صورة أقوله في بداية كل صورة أما في وسط الصورة أما في وسط الصورة فقد سبق الحديث عنها وهو التخيير إما الإتيان بها أو تركها ولكن إذا اختار القارئ الإتيان بالبسملة يعني القارئ إذا اختار وجه الإتيان بالبسملة في وسط الصورة وكانت القراءة بالدور فلا يتعين عليه الجهر بها بل يجب عليه أن بل يجب عليه أن يسر بها كي تتصل تتصل التلاوات بعضها ببعض ولا يتخللها استعاذات وبسملات إذن هذه المسائل المتعلقة بالبسملة نأتي إلى تركيب أوجه الاستعاذة مع البسملة مع التلاوة وهذا الأهم هنا لدينا حالتان الحالة الأولى التلاوة من بداية الصورة ثانيا التلاوة من وسط الصورة وثالثا التلاوة ما بين الصورتين لانتقال من صورة إلى صورة أخرى نبدأ بأول حالة وهي التلاوة من بداية الصورة التلاوة من بداية الصورة فيها أربعة أوجه قطع الجميع قطع يعني الاستعاذة يعني البسملة عن أول الصورة مع التنفس في نهاية كل طرف ويكون على النحو التالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد كنت لاحظون أني نأخذ أجدد نفسي في الاستعاذة عند نهاية الاستعاذة ثم عند نهاية البسملة هذا قطع الجميع ثم يليه قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بأول الصورة ويكون على النحو التالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتنفس القارئ ثم يصل البسملة ببداية الصورة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ثم يأتي الوجه الثالث وهو وصلوا الاستعاذة بالبسملة والوقف عليهما أو قطعوهما عن بداية الصورة تكون على النحو التالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد والوجه الأخير والرابع هو وصل الجميع وتكون على النحو التالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ينبغي التنبيه هنا على أمر مهم حال وصل أي طرف بآخر سواء الطرف الأول بالثاني أو الثاني بالثالث أو وصلهم جميعا يتعين مراعاة حركة الإعراب يعني لا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا يجب مراعاة حركة الإعراب إذن هذه الحالة الأولى وهي التلاوة من بداية الصورة نأتي للتلاوة من وسط الصورة إذا قرأ القارئ من وسط الصورة فهذا يحتمل وجهان إما أن القارئ اختار ترك البسملة أو اختار الإتيان بالبسملة إن اختار القارئ الإتيان بالبسملة فله أربعة أوجه السابقة التي ذكرناها نفسها يعني استعاذة فبسملة لأنه اختار البسملة ووسط الصورة ويأتي بالأربع الأوجه السابقة الذكر أما إن اختار القارئ ترك البسملة فله الاستعاذة و يعني عنده طرفين هنا فقط استعاذة وسط صورة آية وهذا يحتمل وجهان إما قطعهما أو تركهما مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا هذا قطعهما أو وصلهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا يستثنى من هذا بعض الآيات التي لو وصلها لأخلى بالمعنى مثل قوله عز وجل يعني هذه الحالة في الحقيقة مستثنات من قطع الأول عن الثاني ووصل الثاني بالثالث مثل قوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر لا يصح له أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقف ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان فيها بشاعة في اللفظ وكذلك في وصل الجميع لا يجب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان أن يصل لفظ الجلالة بلفظ الرحمن طيب إن اختار القارئ ترك البسم لا لا يجوز وصل الاستعاذة برفض الجلالة أو ضمير يعود عليه مثل قوله عز وجل مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يقول الرجيم الله أن يصل اسم الرجيم برفض الجلالة فهذا غير جائز نأتي للحالة الأخيرة وهي التلاوة ما بين الصورتين وفيها لورشن رحمه الله خمسة أوجه السكت ثم الوصل دون بسملة ثم قطع الجميع ثم قطع الأول عن الثاني ووصل الثاني بالثالث ثم وصل الجميع السكت يكون دون تنفس وزمنه يكون دون زمن الوقف دون الزمن المستعمل عادة في الوقف وهذا يختلف باختلاف أساليب التلاوة طبعا وهذا ترتيبها عند أهل الأداء السكت أولا ثم الوصل دون بسملة ثم قطع الجميع ثم قطع الأول عن الثاني ووصل الثاني بالثالث ثم وصل الجميع وتكون على النحو التالي مثلا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُ أَنَا حَدَ قُلْ عُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ هذا السكت ثم الوصل دون بسملة وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُ أَنَا حَدٌ قُلْ عُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ ثم قطع الجميع وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُ أَنَا حَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ ثم قطع الأول عن الثاني ووصل الثاني بالثالث وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُ أَنَا حَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ ثم وصل الجميع وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُ أَنَا حَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ إذن هذه الأوجه التي ذكرناها خمس طيب نأتي إلى تلاوات الطلبة والطالبات تفضل علينا بتلاوات شجية الطالبة زينب شاكري وتطبق لنا بعض ما قرأناه من صورة الإخلاص مع الفلق تفضل أستاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أنحد وجه السكتي ولم يكن له كف أنحد قل عوذ برب الفلق ولم يكن له كف أنحد لا وجهه الوصل دون بسم الله حسب ترتيبها عند أهل الأداء ولم يكن له كف أنحد قل عوذ برب الفلق ثم وصلوا الجميع قطعوا الجميع عفوا قطعوا الجميع ولم يكن له كف أنحد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق ثم قطعوا الأول عن الثاني ووصلوا الثاني بالثالث ولم يكن له كف أنحد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق وآخيرا وصلوا الجميع ولم يكن له كف أنحد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق طيب شوخرا جزاك الله خينا يتفضل علينا أيضا القارئ آمين زغدان بقراءة أو بمواصلة تلاوة بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد لذا حسد قل عوذ برب الناس ومن شر حاسد لذا حسد قل عوذ برب الناس ومن شر حاسد لذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس هذا قطع الجميع أعدته طيب معلش أقرأ قطع الأول عن الثاني ووصل الثاني بالثالث ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس اختم الصورة ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بوركت جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا هذا والله أعلم وأجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفروك وأتوب إليك وارك الله فيكم جميعا وقد دره جاوزا شكرا Ah